وصدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بإذن الله بندر القرهدي في جريمة هزت الشارع السعودي منذ شهر ونصف عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيليو لشاب يصرخ في الشارع ويقول أنا واش سويت قبل أن يتوفى إثر إصابته بحروق خطيرة بعدما استدرجه أصدقاؤه وأشعلوا النيران فيه داخل سيارته بجدة للوقوف على تفاصيل هذا الحكم نرحب بالأستاذ عبدالعزيز القليصي مستشار قانوني هلو سهل بك أستاذ عبدالعزيز بداية بعد الحكم كيف كانت إجراءات المرافعة والمدة المستغرقة لإصدار الحكم والبت فيه اللهم لك الحمد والحمد لله الحمد والحمد لله الحمد الحمد لله صدر الحكم فيما يقال بشهر ونصف وهذا ما يدل على إنجاز المنظومة القضائية ونشكر للهود الجبارة صدرت من زالة العجل أو ابتداء من الجهات الإجرائية من الشرطة إلى المحكمة وهذا تطور جميل والحمد لله تم الوصف للقضية ولله الحمد أبتد عبدالعزيزي أن كنت برفقة والد الشهيد بندر لما انطلعت من المحكمة كيف كانت ردة فعله ومدى الرضاعة للحكم جميل قرحها ما شاء الله تظهر تحتفظ داخل قرح قطي والحمد لله أنه كان معجب بالحكم وهذا فضل من الله كلنا نرضى بالحكم الذي شرع الله فيه وهذا بعضه فيه من الله نعم يعني أستاذ عبدالعزيزي يمكن الخطة بيفصل وكنا بنتكلم عن يمكن في لقاء سابق مع والد الشهيد بندر كان يطالب القصاص لابنه وأخذ حقه واليوم صدر هذا الحكم المنصف لهذا الشاب ولأهله بالقصاص لمن قام بهذه الجريمة الشنيعة التي الخارج والشاذة عن مجتمعنا واللي لا نقبلها لا إنسانياً ولا دينياً طبعاً كنت تتحدث عن خروجك ومرافقتك لوالد هذا الشاب الله يرحمه من المحكمة كيف كانت ردة فعله ورضاه على الحكم مرات لو توضح لنا لأن الصوت كان بيقطع الحمد لله كان الحكم أنا كشخص أنا كشخص مبسوط جداً بالحكم كان ووالد الشهيد والفقيم بندر القره دي كان جداً مبسوط الحمد لله الحكم العادل والصادر من محكمة عادلة ومن دولة عادلة طبعاً حكم طادر ومكرح لنا الحمد لله وأنا كان توفيق من الله نعم يعني طبعاً إحنا أكيد نشيد بنزاهة القضاء السعودي وسرعة البت خصوصاً في هكذا نوع من القضايا الغير مقبولة والغير إنسانية واللي فيها جريمة لم نتقبلها ولا نرى أن هناك طبعاً أي مبرر لهذا العمل الغير إنساني كيف ترى سرعة البت في هذه القضية نشكر أولاً المنظومة القضائية على السرعة القضية والحمد لله أصلاً صلنا اليوم الحمد لله في صلنا اليوم الحمد لله في تطور جميل في سرعة التقاضي ولله الحمد وأثمم للقضية في ما يقارب شهر ونصر والحمد لله تم صدر الحكم ومساطعاً في الحكم الحمد لله أستاذ عبد العزيز كمستشار قانوني كيف تحذر كل من يتهور ويتساهل في إهدار دماء غيره خاصة للفترة هذه قاعدين نسمع قضايا كثيرة قاعدت تصير صحيح أختي نحن نحذر الشباب المجتمع من تجاوزات القطوط الحمغة يفضل الاسزام بالنفس والمحافظة على النفس مصير كل شخص أخدم على فعل شنيع محكمة عادلة ودولة عادلة للأتخاذ للفترعات النظامية أستاذ عبد العزيز الإقلاسي مستشار قانوني يعطيك العافية وشكراً لتواردك معنا